الصيف صيف والعيد قرب نوضي يختيج مع الوقفة وحيدين يا العقز اليوم نشارك معكم كيراتين خاطير كيرجع الشعر يختيم سبسب حرير وماسك لليدين اللي يخلي يديك بحل البيبك يشعله بالبيوضة توحيد البشرة وإزالة جميع السواد في أي منطقة عندك في الجسم دالك وتبرمة اللي غدي تصفي لك الوجه دالك من جميع حروق الشمس اللي خديتي في الصيف كامل يختيغة تولي باللارة كاتش علي من أول استعمال وطريقة جد جد سهلة مكياس صيفي للمناسبات من أروع الحيال يا البنات اللي غنشارك معكم في هذا الفيديو فخليكم معي إن شاء الله الأخر الفيديو بشوفوا إن شاء الله كل شيء سهلا من الغاليات علاق البيش خبركم لي بس عليكم كانت منها إن شاء الله تكونوا بيخميرين وعلى خيرين إن شاء الله مبرك عيدكم بصحة والسلامة وعواشركم يا ربي يدخل عليكم بصحة والخير والرزق إن شاء الله وحفظ لكم معز عليكم نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ألهي وأصحابي أجمعين فضلا وليس أمرا منكم البنات توصلوا لي هذا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات لأنه يستهل واشتركي في القناة وفعلي ذلك الجرس باش أي فيديو إن شاء الله تحط في القناة إي وصلك أنت اللي ولا بإذن الله نبدأ على بركة الله غدي نصيبه أول وصفة إن شاء الله مقشر فأنا المكونات كاملة كتبها لكم في الفيديو غدي نحتاج فيها معلقة كبيرة ديال القهوة ومعلقة كبيرة ديال سكر خاشين ومعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون وغدي نخلط إن شاء الله المكونات ديالي مزيان وغدي نحتفظ بها على جنب بالنسبة لهاد المسكة اللي بنات اللي غنشارك معكم من أروع المسكة اللي ما كانت صغناش عليهم يعني كيعتوك نتيجة لفورية يعني جاتك شي خريجة أو جاتك شي عراضة حبابكم هلكوم شي حاجة كي جاتك على غفل أخصك تمشي ما عندك شي حاجة في الدار مثلا ـ كبيرا غدي نخذي في معلقة كبيرة ديال بكاربونات السودة معلقة كبيرة من خميرة الحلويات ومعالقة كبيرة ديال الخل وغدي نخلط لمكونات مزيان ونطبقهم عليديو هندير واحد القفازات وغدي نخليهم على جنب نحتاج منهم ثلاثة المعالق الميزينة اللي هي النشط دورة نزيد عليها جوش كيسان صغار ديال المال اللي غادي يكون دافي مع التحريك المستمر بطبيعة الحالة البنات باش ما تكتلش لكم ديك النشا غادي ولي انتكم بحلو جيل كيف ما كتشوفو غادي نزيد عليهم جوج معالق اللي غادي يكونوا كبار ديال الزبدة بها الشكل هدا او معالقة كبيرة ديال الزبدة ومعالقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من زيت الخرواع وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ممكن تقدروا تضيفوا اي زيت من الزيوت عندكم ممكن ماشي مشكل فانا كتفيت بهالثلاث زيوت باركة ممكن تمديروا اي زيت من الزيوت من بعد غادي ناخد الشعر ديالك يكون هاكا مستخلا قياني تقدر جيك هاد الخرجة على غفلة شعرك مستخلا قي ماشي مشكل مهم تبقى يختي هاد لك يغاتين غادي خرجلك الشعر ديالك ماشاء الله وعر 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 البنات وعر سافي غادي ندير ان شاء الله السلوفان و الماسكرا في ديالك ركتشوفوا البنات الماسك في ديالك من بعدش غادي نجيب غا نجيب داك المقشر ديالي اللي صوبت في الاول بالقواع و بالساندة وبزيت الزيتون غادي نقشر به ان شاء الله هادي بها الشكل هادا مزيان البنات سوف تحسي بوحد نعومة بوحد رطوبة اللي ما شاء الله يا البنات بغيتكم تجربوا هاد الروتين اللي واعن من بعد ده بغيت نصيب معكم تبريمة هاد تبريمة ملكية الناس انا منعشاق هاد تبريمة ياني سهلة بسيطة 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 بكيكون عندي ما يدارك النوض نديرها كتخلي لك واحد لمعة خصوصا قبل ما كياجي لا كانت عندك شعرات دولة هادا ديريها واجي تفكريني فيها جبن متلات او مربع سفار بيضة وملعقة كبيرة من نس كافي ثلاث مكونات فقط البنات من بعد غدي نمسح البشرة ديالي او غدي ندير تبريمة ديالي ان شاء الله وشوفوا يا البنات ما شاء الله كيكت صبحي اختي من بعد دخل الدوشت واحد تدويشة اللي خفيفة فانا نشارك معكم ان شاء الله تتمات تبريمة ديال الجسم كيفاش تعتني برجيلاتك كيفاش تعتني بجسم ديالك كل شاء الله الفيديو الموالي غدي يكون في هاد الروتين ان شاء الله لانو مبغيتش نطول عليكم البنات فانا درت لكم الحد القانوني ديال فيديوات يعني ما نفوتوش تمانية تقيق فانا درت لكم هاد الحد يعني كتشوفوني كان سرع لا فيديو فانا ما كنتطولش لبنات راكم تشوفوا اغلبية الفيديوات ديالي فيهم تمانية ديالتقيق ما كنفوتاش دبا منان بعد مني غدي يدووشي ودك شي جبت كريم مرتب هاد الحليب البنات هاد الحليب ديال ناتيو غيسوا زوين صراحة الغوجة الشفايف شنو درت ليهم والوجه ديالي درت ليهم زبدة الكاريتي سوف انتم اي كريم عندكم او اي زيت من الزيوت ممكن ترتب بي البشرة ديالك فانا ما كان نسحكش بالزيوت دبا في الصيف يعني في النهار من الاحسن انك يديريها بالليل وفي صباح تغسلي الوجه ديالك ودروري من كريم مرتب يكون غني بالSPF او ضروري من الواقع الشمسي كريم مرتب وواقع الشمسية البنات ضروري 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 دبا كيف ماشفتو ما شاء الله الشعر كيفاش كيصبح راه كيصبح مسبسب فاش كاتغسلي بالشامبو كتدوري ليه الباتشة الل العملية. كتفرقي الشعر ديالك على جوج. او كتدوريها كعلى جنب. او كتخليه من بعد تاني واحد ربعات سواح كتعاود يتدوريه للجهة الاخرى. رهما ان شاء الله يختيب غيتكم تجربوها. عافاكم البنات كانت طلبكم لما جربوا هاد الكيغاتين وردوا اليها الخبار. تجربوه لوليداتكم بنياتكم الصغر. اي واحد ممكن يجرب هاد لكيغاتين. رك شفتم مكونات موجودة في اي بيت. سافي من بعد هاد هاد العيبة البنات اللي باش كنصوب لها اللي بوكل. هادي كنت خديتها من بيم. ديش على البنات القدام راهم عارفين اني كنش حالة يشاركتها معاهم. كنت خديتها يمكن مشي تسعدوا تسعين درهم. وصراحة واري البناتين. لقيتوها وتصادفتوا معها غير خدوة كتنفاء زوينة 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 كتخرج اللي بوكل خطيرة. دبا غادي ندوزون لمرحلة ان شاء الله باش غادي نصيبوج هي خفيف يعني مكياج خفيف ديال النهار. ما غاديش نتقل عليكم ولا نقول لكم خدوا هاد الماركة ولا خدوا هاد الماركة ولا خدوا هالماركة غادي مشي علاقة جهدك. اول حاجة كتبداي بالبرايمر مهم اول حاجة تترتب البشرة ديالك زيان زيان بشي كري مرتب كتديري البرايمر اا او ماء الورد ماء الورد البنات احسن برايمر للبشرة باش كتسدي المسام في دوك البلايس اللي عندك كيدي كيخرجو الزيوت مثلا في تيزون. تيزون البنات اللي البشرة دياله مختلطة كتكون عنده مادة المنطقة. تيزون هي هاد المنطقة ديال الجابين للفوق وكتكون هابطة على المنطقة ديال الان في جيحتها للفم. هاد المنطقة هي اللي تحطي فيها البرايمر. من بعد الفون دوتان ما كنجيشو نحطو الفون دوتان نيشا على البشرة ديالنا. كنحطو الفون دوتان في شي بواطة مثلا. ولا في ايدك ولا في شي لعيبة بحلاك. وكتاخدي البنسو. وكتنش في البنسو. وكتبطبي على البشرة ديالك باش كتجيك واحدة بقلي خفيفة. وما كيبانش عندك دكتة كتول. والبنات ضروري من تبريمة او مقشر قبل ما تطبقوا اي مكياج باش ميجيكمش لوجه ديالكم ناشف ومقشر. لانو اغلبية البلاد كاللقا هاد الاسئلة هادية علاش انا فاش كان دي الفوندوتان كاللقا البشرة ديالي مقشرة وناشفة وعندي هناي القشورية احنا البنات خستكم تقشروا البشرة ديالكم. جوشت المرة على الاقل في الاسبوع. البشرة الحساسة دي راختغيه مرة في الاسبوع. حين ما بغيتيش غتهلكي كيف ما كتقول وكتهلكي البشرة وهدي ما كيش شي حاجة اسمية غتتهلكي البشرة. بالعكس هكا كتحافظي على البشرة ديالكم وكتخلي تدحيدي الخلايا الجل لي الميتا في البشرة ديالك. لصافي من بعد غندي فوندوتان. من بعد غنديل كونسيلر لي غدي كي يكون مفتوح على البشرة ديالك درجات ان شاء الله سنقناع معلومات كثيرة على تشي كامل اللي قالت ان شاء الله كل شي كل شي سنشاركه معكم لانو هاتش انتمال اللي بغيتو ان شاء الله سنقوم بتنوية في القناة باذن الله لانكم غاليات على القلب ديالي وخير بنا تبعي ايانه وما كنلقاش نهائي الوقت ولا يا ابنت ما كنلقه ولكن راكم غاليات على القلب ديالي فكن حيد من وقتي وكنصور معكم فيديوهات وكنحطهم لكم اذا بنات سافي كونسيلان من بعد بودر من بعد لوس باودر كتحتي باش ما يهبط لكش اذا كش اللي كتحتي في العين ديالك وصف اذا كشي خفيفة البنات بسيط 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 مكيلا تحديد ما كنتشي حاجة لانو النهار ما كنديروش تحديد مش ما كتبنيش هكا اوفر يعني ما كياس صيفي وبصحة ورحة البنات كيف ما كتشوفوا غادي طلعي يختيبون بك انك مشيتي الافخم الصالونات الكبار ومشيتي صوبتي شعرك ومشيتي صوبتي وجهك ومشيتي قديتي دياليات كيبان ويختي هكا كي لشو يعني الاجاتك شي مناسبة هكا ومشيتي عند الحباب مشيتي عند صحاب مشيتي عند ناس مشيتي عندك شي صفر درتي هاد هاد الروتين هاد لي شاركت معك عفتي كي غادي تخرجي يختي غادي تقولي سيري كوتر الله يعطيك الخير وعطيك السير وعطيك ما بغيتي ان شاء الله في حياتك سافر البنات نكون وصلنا الاخر مرحلة ما سخت بكم الي عجبوكم هاد نوعية ديالي فيديو بهاد الشكل هانا فغاديمقى نشاركم معكم ان شاء الله في كل اسبوع بإذن الله لانكم غاليات على القلب ديالي شكرا لكم بزاف 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 لالي اختكم عليها على كلامكم على اتعليقكم على اي حاجة كدروها على وورد كاتي اللي هي منكم وفيكم بنت الشعب شعبية منكم وفيكم الله يحفظكم لي وخليكم لي ايضا نبنيت غا نقول لكم لي بغا توصل معي مرحبا والف مرحبا توصل معي ان شاء الله لانستغرام وغادي نقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي